وَالْحَمْدُ لِلَّهِ زِنَةَ عَرُشِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رِضَى نَفْسِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَوْضَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوْظُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ قَادًا أَوْ صَبْرًا أَوْ سَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيْتَةِ السَّوْءِ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْضِي أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوْ بِرَبِّ الْفَلَقُ من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بِقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَشَرٍ في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداء أو صبراً أو سماء أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى ملة رسول الله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخطي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من صوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم وَلَا إِلَّا 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 اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البيئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواص الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصين وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداء أو صبراً أو سماء أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءُ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئة أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب البلد الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طودا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بِالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب البلد الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصين وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البيئة أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله مداد كلماته والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهالي محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللهم صلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قوداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَاءُ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بِالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله الله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طوداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَوْضَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوْظُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ قَادًا أَوْ صَبْرًا أَوْ سَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيْتَةِ السَّوْءِ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْضِيْ أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُدْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوُّ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَطَبٍ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن صوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا أنت نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواص الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طودا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بيقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بيقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا برلاه نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمداً وآل محمداً وعني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيئة أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من صوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهالي محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بإله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخطي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب البلد الحر والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طوداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء أبث ببقول ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهال محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا برلاه نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمداً وآل محمداً وعني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طوداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيء أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه و... ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوْظُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ قَادًا أَوْ صَبْرًا أَوْ مُسَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيْتَةِ السَّوْءِ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْضِي أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوُّ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَطَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْأَ مَا خَلَقُوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهالي محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إما وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى ملة رسول الله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا ب الله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصين وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قداء أو صبرا أو سماء أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طوداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَوْضَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بِقُلْ أَعُوُّ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَطَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بَلْحَمْدُ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقُوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من صوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهال محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءُ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَوْضَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طوداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيء أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ مُحَمَّدِ بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بِالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوْظُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ قَادًا أَوْ صَبْرًا أَوْ سَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيْتَةِ السَّوْءِ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْضِي أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوُّ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمداً وآل محمداً عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهالي محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواص الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من صوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله الله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بله وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من صوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمداً وآل محمداً عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَوْضَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوْظُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ قَادًا أَوْ صَبْرًا أَوْ سَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيكَةِ السَّوْءِ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْضِي أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوُّ بِرَبِّ الْفَلَقُ من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُغَسْوِسُ فِي سُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهِ والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوْظُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْظُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوْظُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ طَوَدًا أَوْ صَبْرًا أَوْ سَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيْتَةِ السَّوْءِ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْضِي أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوْ بِرَبِّ الْفَلَقُ من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهِ والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله الله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في قاعتك وقاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَشَرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضَوْطَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ ضِيَقِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَطْوَاتِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدِ عَنِّيَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِدْعِكَ الْحَصِينَةِ وَأَعُوذُ بِجَمْعِكَ أَنْ تُمِيتَنِي غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ شَرَقًا أَوْ قَادًا أَوْ صَبْرًا أَوْ سَمَّا أَوْ تَرَدِّيًا فِي الْبِئِ أَوْ أَوْ أَكِيلَ السَّبُعُ أَوْ مَوْتَ الْفُجَاءَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مِيْتَةِ السَّوءُ وَلَكِنْ أَمِثْنِي عَلَى فِرَاشِي فِي طَاعَتِكَ وَطَاعِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُصِيبًا لِلْحَقِ غَيْرَ مُخْضِي أَوْ فِي الصَّيْفِ الَّذِينَ نَعَتَّهُمْ فِي كِتَابِكَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوسٌ أُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوْ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَأُعِيذُ نَفْسِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقْنِي رَبِّي بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ أَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْأَ مَا خَلَقُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ زِنَةَ عَرُشِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رِضَى نَفْسِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرْقِ الشَّقَوَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعَدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْوَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهَالِ مُحَمَّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ قِبَلِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَشَرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيء أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء عليه وسلم ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا برلاه نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداء أو صبراً أو سماء أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله من الأمام بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله ملء ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله أهل الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب البلد الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قاداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البيئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخطي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهالي محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبني لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البيئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وقاع رسولك صلى الله عليه وآله أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقوى ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهال محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وإلى الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرسوس أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زينة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله ومن خلفي نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قداء أو صبرا أو سما أو ترديا في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمداً وآل محمداً اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئ أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيباً للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقه والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو طادا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب البلد الحل والإحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قدا أو صبرا أو سما أو ترديا في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمِيمُ الْكَرِيمُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان الله رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهال محمد بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب البلد الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصين وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو قداً أو صبراً أو سماً أو تردياً في البئر أو أكيل السبع أو موت الفجاء أو بشيء من ميتة السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاع رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخضي أو في الصيف الذين نعتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وطب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وأعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلقوا والحمد لله ملء ما خلقوا والحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحميم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درق الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم صل على محمد وأهل محمد بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن طبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا برلاه نسألك العفو والعافية من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والإحرام أبلغ محمداً وآل محمداً وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بردعك الحصينة وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرقاً أو شرقاً أو طوداً اللهم إني أعوذ بك من قبل